آخر سؤال نختم به أكل الدجاج المكتوب عليه حلال بعد هذا الكلام المسجل من أحد المشايخ عندنا في كالجري أصبحت في حيرة من أمريكا هذا السؤال من كندا وأحبابنا أصحاب الفضيلة في كندا بعضهم يقول إن الدجاج في كندا بعد تدوخه بالغاز يعني تموت نسبة كبيرة منه فيصبح الأغلب فيه أنه ميت وليس ذبيحة شرعية وبالتالي أفتوا بمنع الناس من تناوله إلى أن ينجلي الأمر ويعتبين لهم موقف آخر نحن هنا في أمريكا استقصينا في حلول وسعنا وطاقتنا فذكر لنا أن الغاز الذي تعرضه الدجاج في أمريكا لا يميت منه نسبة دتر وقفوا عن نلفة 55% فقط وهذه لا تقتل الدجاج في كندا الله أعلم بأحوال الناس هناك مشايخ كندا أعرفوا بأحوال أهلها وأخذوا على الفتية لهم فيها فارجعوا إلى مشايخكم مبارك الله فيكم نحن أفتينا للناس في أمريكا في حلول طاقتنا ومبلغ علمنا فيها أن الدجاج هنا لا حرج في تناوله وأن التجويخ بالغاز عندنا لا يقتله إذا ثبت لنا شيء آخر تتغير الفتوى بتغير الحاد لكن هذا هو ما نحن عليه الآن وفتوانا للمقيمين في الولايات المتحدة أما أهل كندا أرجعوا إلى شيخكم وإلى علمائكم بارك الله فيكم